اخترت قوات الاحتلال اليوم بهدم ثلاثة منازل في قريتي دير ابو مشعل وسلواد في محافظة رامالله والبيرة واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير ابو مشعل شمال غرب المدينة وداهمت منزلي الشهدين براء صالح واسامة عطى وسلمت دويهما قرارا بهدم منزليهما كما سلم الاحتلال عائلة الاسير مالك احمد حامد في بلدة سلواد شرق رامالله قرارا بهدم المنزل المزيد في التقرير التالي كعدته الاحتلال لا يكتفي بقتل الفلسطينيين من مسافة الصفر وبنية القتل لاجل القتل بدافع الحقد والتحريط بل يصدر قراره بان منزل عائلة الشهيد بات عرضة للهدم هي طريقة الاحتلال العنصرية في تخويف الفلسطينيين الساعة ثلاثة الصبح استفكنا على دك خلع في الباب فتحنا الباب اللهم الجيش بيحكوا جميع اللي بالبيت يجوا بالغرفة هذه و بدنا صاحب المنزل كلهم زوجين صاحب المنزل طالوا منها الكيس انظار وحملوا اياه وصوروا البيت ما هوش عز من ابني بظل حطانه بظل حجار واللي بنا ببني غيره الدار ما يشغل من الولد اللي راح وعندي ولد جريح من 2003 برضو بخردك يعني وهذا احتلال بظل شون تكتمنى من الاحتلال يعني يعني الاحتلال على صدور ركاعد يعني فيش مجال راح اتكرر الحج هذا مرة ومرتين وثلاثة واربع يعني قوات من الاحتلال اقتحمت قرية دير ابو مشعل شمال غرب رمالة المحتلة وسلمت والدي شهدين براء صالح واسامة عطى قرارا بهدم منزليهما احنا بدورنا كمجلس كمنا بالاتصال بالمؤسسة الحقوقية اللي بتتابع الموضوع هذا وتصلنا مباشرة مع المحامي المكلف بمتابعة الامر هذا لبيب حبيب وابلغنا انه كدم اعتراض على القرار للحكم العسكري واذا اجا الرد سلبي على الموضوع هو جاهز يقدم اعتراض لمحكمة العدل العليا تكمن الصعوبة في الانتظار حتى ليلة الخميس في ظل جهود كبيرة لمحامل عائلتين سعيا لالغاء قرار قوات الاحتلال يغتال الفلسطيني ويسعى لشطب ذكريته ولا يكتفي الاحتلال بمعاقبة الشهداء باحتجاز جثامينهم بل يذهب لمعاقبة عائلتهم باخطارهم بهدم منازلهم او بهدمها في احيان كثيرة من قرية دير ابو مشعى الشمال غرب رمال المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا